في مقاطع فيديو وصور تدولتها مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن تلقي مرضى الفشل الكلوي في مستشفى لقصر العام جلسات الغسيل الكلوي وسط مياه الصرف الصحي زي ممكن محضراتكم شايفين دلوقتي الصور كشفت عن قيام العاملين بالمستشفى بوضع جراد الوحجات كده بلاستيك علشان تمنع وصول اهو زي ما شايفين اهو جردل اهو مش عرضة تشت ولا ايه اسفل السراير بتاعة المرضى لانه المياه بتنزل من السقف المياه بتنزل من السقف فوق رؤوس المرضى اللي يعني لم يجدوا اي رد على شكواهم